بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله في هذا الفيديو سوف نتناول ثلاثة مقاطع شيقة تمساح الشاطئ والعاصفة الثلجية وكبرى الشاطئ فهيا بنا المقطع الأول لا شيء يضاهي الاسترخاء في فترة ما بعد الظهيرة على الشاطئ حيث يستمتع الجميع بالشمس والبحر ويبدو في هذا المقطع أن التماسيح تفعل ذلك أيضا وكيف لا نقول أن التمساح لا يمكنه التنزه في الماء ليبرد بعد كل ما يفعله للصيد للبقاء على قيد الحياة والحصن الحظ لا يبدو التمساح منزعج من مجموعة الأشخاص الذين يدبعونه أسفل الرمال لعله يقول الآن كم هذا لطيفا أما في هذه العاصفة الثلجية فاجأت الجميع في سايبيريا بسبب تغير شديد في الطقس ولكن هنا على هذا الشاطئ يحدث أكثر بكثير مما قد تتوقعه من طقس سايبيريا على الرغم من أن درجات الحرارة وصلت إلى درجات معتدلة بشكل مدهش في ظهر ذلك اليوم وكان الناس يسبحون في الماء ويستحمون بآشعة الشمس على الشاطئ ولكن فجأة بدأت العاصفة وكأنها من العدم عندما تجمعت الغيوم بدأت تمطر على الشاطئ وكان الناس يضحكون من أجل التغطية ولكن مع بدء العاصفة فجأة بدأ الناس يحتشدون وكان هذا الأمر أكثر خطورة مما كان عليه في البداية تساقط البرد من السماء وهو في مثل حجم كرات الجولف الكبيرة ويمكن أن تحدث بعض الضرر الحقيقي إن الأمر يشبه التعرض للرصاص الذي يمطر من السماء وهذا أمر مرعب حقا أما ثعبان الكبرى هذا الذي لا يتوقعه أحدنا أن يراه على الشاطئ ولكن حدث هذا بالفعل على شاطئ كيبتاون بجنوب إفريقيا قد لا يكون الأمر ممتعا أن ترى ثعبان كبرى عندما تكون في نزهة على الشاطئ ولكن على ما يبدو إذا كنت في جنوب إفريقيا فإن ذلك هو احتمال حقيقي تم التقاط هذه اللقطات على حين غرات من السكان المحليين الذين كانوا بالخارج وساعدوا في حفر أحد الشواطئ في كيبتاون بجنوب إفريقيا حيث يظهر أحد الثعابين السامة في إفريقيا تتسكع على الشاطئ سيتم التقاط الثعبان أثناء محاولته الإنزلاق على الرمال للوصول إلى الماء مما يضع منظورا جديدا تماما عند الغطس في المحيط أعني أنك تعرف أسماك القرش وما إلى ذلك ولكن الثعابين من بين الأكثر خطورة كأعلى معدلات وفيات بين السكان فإن الكبرى لديها لدغة سامة مميتة والتي إذا تركت دون إعطاء مضاد للسم يمكن أن تقتل شخصا بالغا في أقل من ساعة واحدة تشمل مجموعة الأعراض القاتلة ألم في الرئتين وسيلان في اللعاب والنعاس والتجنجات وأخيرا الشلل ثم الموت المحتوم وفي هذا المقطع لا تستطيع القطط الحصول على قسط كاف من السباحة على الشاطئ وهذا أمر غريب حتى أنك تعلم أن القطط لا يمكنها أن تسبح لقد أعتقدت دائما أنها لا تحب الماء على الإطلاق ولكن هناك قطط على خلاف ذلك لدى هذا القط النادر القدرة على السباحة وليس فقط أنه يحب السباحة حقا فهذا القط يحب الخروج واللعب حيث يقضي معظم وقته على الشاطئ ثم يتعلم السباحة ويتبع القط عائلته أينما ذهبوا والذي يشمل منزلهم في جميع الأوقات ثم أي مكان آخر قد يذهبون إليه ما رأيك في هذا القط؟ هل تحب أن تقتني واحدا مثله؟ أجبنا في التعليقات إذا أعجبكم هذا الفيديو فلا تنسوا الإعجاب والاشتراك بالقناة وتفعيل الجرس ليصلكم كل ما هو جديد ومفيد نلقاكم على خير في فيديو جديد أترككم في رعاية الله وأمنه شكرا